حل المجالس البلدية كلها وتعويذها بنيابات خصوصية فيما يرهن خصومه على إسقاط المصار والعودة إلى دستور عام 2014 يمضي الرئيس قيس سعيد قدما نحو بسط نفوذ الدولة وإبعاد المحسوبين في منظومة الحكم السابقة واستكمال مصار بناء المؤسسات وفق رؤيته في الظاهر خصماء ولكنهم في الواقع خلفاء من نفس المنظومة لقد أسقطوا بأنفسهم آخر ورقات التوت التي كانوا يتخيلون أنهم يخفون بها سوءاتهم بالدعوة إلى نعقاد مجلس نواب الشعب في موعده وتنظيم انتخابات مجلس الجهات والأقاليم قبل استحقاق الانتخابات المحلية يرهن الرئيس قيس سعيد على طه صفحة الحقبة السياسية الماضية بدستورها ومؤسساتها وأغلاق كل المنافذ أمام خصومه الذين يطالبون بإسقاط ما يصفونه بالانقلاب البلاد ماضية في مسارين متوازعين مسار الذي تدعو له المعارضة والنقابات وجبة الخلاص وهو يدعو إلى مسار سياسي جديد والمسار الثاني الذي كشفه ختاب رئيس الدولة هو التمسك بالأجندة وبخارطة الطريق التي دعا لها منذ البداية ومازال مؤمنا بها والتي تدعو إلى القطيع مع كل المنظمة السابقة الأداء الاقتصادي للحكومة ومدى استجابتها لمطارب الشعب في المحاسبة ومحاربة الفساد وضرب الاحتكار وتحقيق الإنماء تمثل العوامل الكفيلة بتحديد ما إذا كان مستقبل البلاد يتجه نحو الاستقرار أو إلى احتدام الصراع من جديد خلاص منظومة الخامس والعشر من جوليا يكمن في إنجاح خريطة الطريق لاستئناف عمل المؤسسات مقابل خصوم يأملون في العودة إلى تحريك الشارعي في صراع لا يوفر الدولة ومؤسساتها والأحزاب وصولا إلى منظمات المجتمع المدني المنطفضة عيمة اشتارة تونس الميادي